تعالوا نعمل الانيميشن البسيط ده مع بعض على بلندر ونشوف ازاي ممكن نعمله خطوة بخطوة فخليني نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت سيبوها لنا في الكومنتز ودلوقتي يلا بينا قبل ما نبدأ طبعا الكورسي ده كنا عملنا له تصميم في فيديو قبل كده فلو حبب تشوف عملنا ازاي تصميم الكورسي ده هسيب لك اللينك بتاعه في الايل لفوق دي وفي الديسكريبشن كمان اول حاجة هحتاج ان انا عملها ان انا هعمل وهعمل حاجة اسمها لاتس فهدوس على لاتس دي وهيعمل لي كيوب مفرغ بالشكل ده هعمل اس عشان اعمله سكيل شوية حاجة زي كده وانا محتاجة ان هو يكون على حجم الكورسي فعشان انا الكورسي يلافف عندي بالشكل ده فانا هعمله هو كمان علشان اللفه بس على وياخد نفس اتجاه الكورسي وده علشان انا ما تلخبطش بس وتبقى الدنيا اسهل علي بعد كده هعمل عشان اتكبره بس على وهرفعه الفوق شوية حاجة زي كده علشان اتأكد ان هو الكورسي محتوط جواه بالزبط حاجة زي كده ودي اول خطوة بمنتهى البساطة الحاجة اللي بعد كده اللي انا هعملها ان انا هحتاج اروح على بتاعة اللاتس اللي انا عملته ده فهروح من هنا من على الابجيكت داتا دي وهحتاج ان انا زود الدبليو دي لاتنين كمان علشان يبقوا تبقى اربع بالشكل ده علشان يبقى عندي هنا فاصلين في النص بالشكل ده واعرف اناميت الشكل بسهولة اكتر او بالتفصيل اكتر الحاجة اللي بعد كده اللي انا هحتاج اعملها ان انا هروح على اي جزء بس في الكورسي بتاعي وهروح على الموديفايرز وهعمل وهلاقي برضو موديفاير اسمه لاتس فهعمل اللاتس موديفاير ده ومن الابجيكت هختار الايدروبر دي هدوس عليه هدوسة وهروح اختار اللاتس بتاعي بالشكل ده تمام؟ الحاجة اللي بعد كده اللي انا هعملها ان انا هختار كل الاشكال التانية او الاجزاء التانية بتاعة الكورسي ولازم تتأكد من الخطوة دي كويس قوي اوعد انساها واخر حاجة هختارها هيتكون هو الجزء اللي انا عملت عليه الموديفاير اصلا ومن السهم الصغير ده هعمل وبكده انا نقلت نفس الموديفاير بنفس الابجيكت بتاعه اللي انا اختارت واللي هو اللاتس لكل الاجزاء التانية بتاعة الكورسي فادلوقتي لو وقفت على اي جزء من الاجزاء بتاعة الكورسي هلاقي اللاتس موديفاير متطبق عليها اصلا تمام؟ وبكده انا نقلت الموديفاير لكل اجزاء بتاعة الكورسي بمنتهى السهولة واخر حاجة هحتاج ان انا اعملها علشان بقى فعلا هو ان انا هقف على اللاتس ده نفسه الشكل اللي انا عملته ده وهروح من هنا وهنبدأ نعمله الانيميشن هنعمله الانيميشن بحاجة اسمها الشيب كيز طيب هنعمل ده ازاي؟ مبدئيا كده أنا هزود شوية شيب كيز كده هعمل مثلا اربعة مؤقتا لغاية ما شوف لو احتاجت حاجة اقل من كده فانا هقدر اروح من الماينس ده وانقصها ولو احتاجت اكتر ممكن ان انا ادوس بلاس وازود واحدة كمان بس عشان ما افضلش كل شوية ازود كي منهم فعملت كل مرة واحدة علشان اراح دماغي هنعمل بقى الانيميشن ازاي؟ الانيميشن هيكون عبارة عن ان انت كل كي من دول انت هتعمله حركة وبعدين هتبدأ ان انت تعمل الانيميشن بالكي فريمز واحدة واحدة ازاي الكلام ده؟ خلينا نمشي خطوة خطوة علشان ما نطلخ بطش مبدئيا انت لازم تتأكد ان انت تعمل الحركة اللي انت هتعملها في الادت مود فأول حاجة هعملها ان انا دوس تاب علشان اروح للادت مود وهتأكد ان انا واقفة مثلا على اول key وهتأكد ان القيمة اللي معمولة عندي هنا دي صفر تمام؟ بعد كده انا عايزة اول حاجة ان انا اعملها ان انا اضغط الكرسي فهعمل ده ازاي؟ هتأكد ان انا واقفة على key 1 وبعدين هختار كل النقط دي بالشكل ده وهبدأ اتعامل مع اللاتس ده عادي جدا زي ما بتعامل مع اي object فهعمل gz وهنزله لتحت حاجة زي كده وبعدين هختار النقط دي وهعمل gz وهعمل حاجة زي كده فبكده بقى عندي شكل الكرسي كأنه اتضغط شوية في الارض حاجة زي كده طيب بعد كده هدوس tab حشان ارجع للobject mode دلوقتي انا لو جيت على key 1 ده وحركت دي بالشكل ده هلاقي ان انا الحركة بقت عندي حاجة زي كده فده كده بقى عندي key 1 طيب ايه الحركة التانية اللي انا محتاجة اعملها؟ الحركة التانية اللي انا محتاجة اعملها ان انا محتاجة الكرسي يطير في الهوا فهاجي على key 2 وممكن حتى ان انا اسميه فممكن اسمي key 2 ده jump علشان ما اطلق بطش وبعد دي النفس اللي انا عملته تابع عشان ادخل جوه edit mode والمرة دي هدوس a عشان اعمل select all وهعمل gz للارتفاع اللي انا عاوزة الكرسي نط فيه فممكن اعمل حاجة زي كده واسيبه ممكن اعمل اكتر من حركة في نفس الكي فممكن بعد ما رفعته الفوق ممكن اختار النقط دي اتأكد ان انا اللي اربع نقط معايا وامل s عشان اعمل scale فيبان كأن الكرسي رجليب بتبعد عن بعضها شوية حاجة زي كده ودلوقتي لو رجعت التابع على object mode وجربت ان انا شوف كده الحركة عاملة زي فهلاقي ان هو كرسي رجليب تبعد عن بعضها وبينط بالشكل ده في نفس الوقت طيب ممكن اعمل له حركة كمان او ممكن اعمل اي عدد من الحركات انت عاوزه فممكن اروح تابع على edit mode باختار الاربع نقط دول واعمل gz وامطه شوية الفوق حاجة زي كده فهدلوقتي لو رجعت التابع على object mode هيبقى عندي حاجة زي كده هيبقى بيمط شوية الفوق ورجليب بتوسع وبينط في نفس الوقت كل ده على الكي التاني اللي هو الجنب وطبعا ممكن اعمل اي حركة تانية انا حب ان انا اعملها فممكن مثلا خلينا نرجع دي لصفر ممكن اجي مثلا على k3 واروح تابع عشان ادخل جوه ال edit mode وابدأ ان انا اعمل مثلا gz لفوق شوية حاجة زي كده وامسك النقط دي واعمل لها g ودي كمان حاجة زي كده واروح دلوقتي تابع عشان ارجع لل object mode ودلوقتي بقت عندي دي تالت حركة ورابع حركة اللي هو ممكن اخلي دي مثلا bend right ان هو يتاني كده يمين وكيف هو ممكن اخليها bend left وممكن اعمل نفس الحاجة بس الناحية التانية وطبعا تقدر تزبطه انت بالشكل اللي يعجبك مش شرط تعمل نفس الحاجة بالزبط فدلوقتي ارجع تابع على object mode عشان اشوف انا عملت ايه وهبدأ اشوف الحركة فبقت عندي دي ودي الحركة الناحية التانية حاجة بالشكل ده تمام انا دلوقتي زبطت الحركات بتاعتي فخلاص مش محتاج اعمل حاجة بقى غير ان انا اعمل الانيميشن بتاعي هاجي هنا من التايم لاين هاجي على الصفر وعشان اعمل الانيميشن فانا محتاج ان انا احط keyframes للحاجات دي كلها النقطة اللي انت لازم تاخد بالك منها ان انت محتاج ان انت تعمل keyframes لكل القيم دي علشان ما يحصلش عندك لخبطة حتى لو انت مش هتستخدمهم كلهم في حركة معينة فاتأكد ان انت تعمل keyframes ليهم كلهم فهنعمل keyframe ازاي هاجي بس اقف كده على الرقم اللي انا اعوز عمله keyframe وهدوس i من الكيبورد كده هتلاقي لونها صفار طالما لونها صفار كده يبقى انت كده عملت keyframe وهتلاقي ان keyframe اضافت عندك هنا في التايم لاين فأول حاجة ان انا هعمل keyframes ليهم كلهم بالشكل ده هروح على 10 keyframes هنا مثلا وتاني حركة انا حب ان هي تكون ان الكرسي ينط الفوق فهاجي على jump دي وهخليها واحد وممكن وهو بينط الفوق اخليه اول حاجة يتحرك يمين بالشكل ده فهعمل حاجة زي كده وبعدين هروح اعمل i على كل القيم دي زي ما اتفقنا وبعدين هروح على 20 وهنا انا عايزة الكرسي ينزل لتحت ويبقى مضغوط فهروح على هرجع القيم دي لصفر زي ما كانت علشان الكرسي يرجع عندي طبيعي خالص وبعدين هروح من keyframe دي وهخليها هي الواحد ونفس الكلام هروح اعمل i على كل القيم وبعدين هروح مثلا على 30 وهخليه نط تاني فهعمل jump خليها واحد وبعدين المرات دي bend left هخليها واحد وهشيل key one دي هخليها zero ونفس الكلام هروح اعمل i عليهم كلهم واخر حاجة هروح على 40 وهخليه تاني ينزل على الارض زي ما كان فهخلي دي كده وهنقص دي وهنقص دي وهعمل i ليهم كلهم دلوقتي خلاص انا عملت كل الحركات اللي انا عاوزاها فلو انا عايزة ازود keyframes تاني انا الحركات ارادى موجودة عندي فكل اللي انا هعمله هيكون ايه ان انا هكابي بس الكيفرامز هادر ان انا اسحب المصطرة اللي تحت دي عندي بالشكل ده على الحاجة اللي انا عاوزاها فمسلا انا عايزة الكيفرام دي فهتأكد ان انا بس اقف على الكيفرام دي هدوس عليه هدوسة لوحدها وهتبقى هي الوحيدة اللي لونها اصفر والباقي كله لونه ابيض كده انا متأكد ان انا عملت سلاكت لدي بس وهروح اعمل ctrl c من الكيبورد وهروح على keyframe رقم 50 وهعمل ctrl v علشان اعمل paste وبعدين هروح من هنا هاخد الكيفرام دي ctrl c ومن 60 هروح اعمل ctrl v علشان اعمل paste وبعدين الحركة الناحية التانية اللي هي دي اللي هي 30 ctrl c ومن هنا هعمل ctrl v وفي الاخر لو انا عايز اخليه في الاخر يقف على نفس الوضع الاخير الطبيعي اللي هو كان عليه فهروح على الكيفرام رقم صفر دي هروح اعمل ctrl c وتمانين هنا هعمل ctrl v وبكده هيرجع مكانه زي مكان خالص خلينا نعمل ctrl s دلوقتي وخلينا نخلي الاند من هنا على تمانين بس علشان دي يكون اخر keyframe عندنا ctrl s علشان اعمل save وطبع ما تنساش لو انت محتاج ان انت تخرج ده كanimation فانت محتاج تتأكد ان انت تختور المكان اللي انت عاوزه من هنا ومن هنا هعمل ff mpeg video او ff impact زي ما بيسموها والكونتينر من هنا هخلي impact 4 او ممكن تخليه quick time حسب ما انت تحب وطبع ممكن output quality بدل ما هي medium quality ممكن تعليها عن كده بس انا مش محتاج ان هو يكون اكتر من كده انا عن نفسي اخليها lossless وبكده لو حبينا نشوف الانيميشن خلينا نرجعه للاخر بالشكل ده وندوس space من الكيبورد علشان نعمل play للانيميشن ودلوقتي بقى عندي الانيميشن حاجة بالشكل ده فبس كده ده كل اللي انت محتاج تعمله دلوقتي علشان اروح للكاميرا اللي انا كنت اصلا عامليها فانا هدوس zero من الكيبورد وبس كده دي الطريقة اللي عملنا بيها الانيميشن بتاعنا للكورسي ده فيارب يكون الفيديو عجبك ويارب يكون كان مفيد ليك وطبعا في الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولوليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوهن في الكومنتز واشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي موسيقى